عاجل مصر تطلق انظاراً أخيراً لإثيوبيا قبل ضرب سد النهضة وعاجل مصر تطلق أول سيارة من نوعها صنع في مصر بعد غياب طويل وبلاغ عاجل ضد محمد حسيني عقوب ننشر لحضراتكم التفاصيل وهام جداً مصر تكشف تطورات عودة العمالة إلى ليبيا صلوا على الحبيب محمد قبل ما نبدأ فيه تفاصيل الأخبار اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو ده مهم جداً عشان تجيلكم أهم الأخبار واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول عاوزين نوصل ألفين لايك على هذا الفيديو قبل ما نبدأ في الأخبار اللي بيحب مصر ووطني وبيحب بلده فعلاً يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر وانتوا أدها ووطنيين نبدأ فيه تفاصيل أول خبر معانا وعاجل مصر تطلق انظاراً أخيراً لإثيوبيا قبل التعامل مع سد النهضة وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن مصر سعت خلال العقد الأخير على التواصل الاتفاق حول قواعد الملء والتشغيل حول سد النهضة أوضح شكري خلال مؤتمر صحفي مع وزير خارجية لوكسنبورغ أن مصر والسودان قدما تنازلات في قضية سد النهضة للتواصل الاتفاق إلا أن الجانب الإثيوبيا تراجع ولا تتوافر لديه الإرادة السياسية للتواصل الاتفاق أشار أن إثيوبيا تراجعت عن التوقيع على ما تم التواصل إليه خلال اجتماعات واشنطن حول سد النهضة مؤكداً أن استمرار التعامل للإثيوبي يهدد بتصعيد التوتر في شرق إفريقيا وقرن الإفريقي نوها الوزير سامح شكري بأن زيارته للدوحة تأتي بدعوة من نظيره القطري بعد توقيع اتفاق العلا أكد أن العلاقات مع مصر والعرب لها خصوصية مشيلاً إلى أن لقائه مع أمير قطر كان إيجابياً ونأمل أن تعود العلاقات كما كانت في الماضي المصدر معنا كان من RT ويعني الوزير سامح شكري بيعطي لإثيوبيا انظاراً يعني الموضوع طوي جداً بقلنا عقد من الزمان 10 سنين بنتفاوض على هذه القضية وإثيوبيا تتعنت ولكن مصر يعني إن شاء الله لها رد فعل قريباً بإذن الله هيحل هذه القضية للأبد لو حضرتها جيت لجزء ده من الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو يلا ندخل على تفاصيل الأخبار ننتقل لخبر آخر معنا وعاجل مصر تطلق أول سيارة من نوحة صنعة في مصر بعد غياب طويل تستعد وزارة قطاع الأعمال العام في مصر للاعلانها إطلاق السيارة الكهربائية الجديدة نصر I-70 التي سيجرى انتجها بشركة النصر للسيارات لأول مرة منذ سنوات طويلة وزارة قطاع الأعمال العام قالت في بيان إن إطلاق السيارة الكهربائية نصر I-70 سيطلق بحضور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام في محطة شحن إنفينيتي في ووك أوف كايرو بمدينة الشيخ زيب بالسادس من أكتوبر تستعد الشوارع المصرية لاستقبال أول سيارة كهربائية مصرية الصنع في عام 2022 بعد بدء التجارب العملية لاختبار السيارة I-70 الصينية الأصل لماذا ملاءمتها للأجواء المصرية؟ يأتي صناعة أول سيارة كهربائية في إطار توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر بعد توجيهات رئاسية وتسعى وزارة قطاع الأعمال إلى توطين الصناعة على أن يبلغ نسبة المكون المحلي في السيارة المصرية نحو 58% في المرحلة الأولى وبحيث ترتفع هذه النسبة على مدار سنوات التنفيذ تبدأ أسعارها من 290 ألف جنيه مصري على أن تطرح منها سلاس فئات حسب قدرة البطارية ومدى السير تعمل اللجنة المشكلة لتنفيذ المنظومة من وزارتي قطاع الأعمال والتنمية المحلية بالإضافة إلى محافظات القاهرة الكبرى الإسكندرية تعمل حاليا على اختيار الأماكن المقترحة لتجهيم محطات الشحن الكهربائي المستهدف أن يتم إنشاء نحو 3000 محطة منها 3000 محطة شحن بالكهرباء في مصدر بلجنة تنفيذ مشروع السيارة الكهربائية قال أن في حوافظ سيتم الإعلان عنها قريبا لتشجيع المواطنين وأصحاب السيارات التي تعمل بالوقود التقليدي لإحلال سياراتهم بسيارة كهربائية جديدة المصدر معنا كان من صحيفة الوطن وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر ننتقل خبر آخر معنا وبلاغ عاجل ضد محمد حسين يعقوب وتقدم المحامي المصري هاني سامح ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ضد داعية محمد حسين يعقوب بسبب شهادته في محاكمة 12 متهم في قضية تنظيم داعش الإرهابي جاء في بلاغ المحامي تربح يعقوب من ممارسة الدعوة وبيع الخطب وإعلانات الفضائيات وقبول هدايا وتبرعات المريدين رغم كونه ممنوعا رسميا من الخطابة وكذا شهادات أقرانه من الإرهابيين وأبرزهم صديق المجرم الإخواني محمد عبد المقصود في أن يعقوب يستغل دروسه في الزواج من العذارة الصغيرات وقد بلغ من تزوج بهن أكثر من ثلاثين عذراء رغم كهولته أي يعني كبر سنه استند البلاغ إلى قانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسات الخطابة والدروس الدينية ومادته الأولى وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها من الساحات والميادين العامة وفقا لأحكام هذا القانون واستنادا إلى المادة الثانية وبها أنه لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها والمادة الخامسة وبها العقاب بالحفز لكل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون ومضاعفة العقوبة حال التكرار والمادة 27 من القانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وطالب البلاغ بالتحقيق مع يعقوب لممارسته الدعوة بدون ترخيص كما هو ثابت بشهدته في قضية دواعش المبابة وإضلاله الشباب ونشر المنهج السلفي والتطرف المصدر معنا كان من صحيفة الوطن وأترك لحضركم التعليق على هذا الخبر الهام ننتقل لخبر آخر معنا وهام جدا مصر تكشف تطورات عودة العمالة إلى ليبيا وزير القوى العملة المصري قال إنه يبحث مع وزير العمل الليبي الآليات الجديدة لعودة العمالة المصرية لليبيا أشار إلى أن ملف عودة إعمار ليبيا سيساهم في توفير العديد من فرص العمل للمصريين بليبيا موضحاً عن المشروعات القومية المصرية الجديدة قدمت العديد من فرص عمل للشباب بمختلف المحافظات المصرية أضاف سعفان خلال تصريحات تلفزيونية أن الوزارة تبذل قصارة جهدها من أجل تخفيض معدلات البطالة في إطار استراتيجية الدولة حتى عام 2030 كما أن دور مكاتب التمثيل العمالية في الدول العربية والأجنبية يتركز على الحفاظ على العمالة المصرية الموجودة بهذه الدول من خلال حل مشكلاتهم ومتابعة شكواهم أولاً بأول والعمل على حلها وعن تفاصيل تعرض مواطن مصري بكويت لحادث ذكر وزير القوى العمل أنه تم التواصل مع السفارة المصرية في الكويت بعد حادث تعرض له المواطن المصري عبد النبي دشناوي محمد محمود الذي يعمل في مول أقمشة في الكويت موضحاً أن سيارة كان يقودها شاب من جنسية أسياوية قام باقتحام المحل ما أحدث تلفيات جسيمة بالمحل وبعد الإصابات السطحية للمواطن الذي يعمل بائعاً داخل مول العالمية بمحافظة الجهراء أشار وزير القوى العاملة إلى أن المواطن المصري في الكويت سجل فيديو لطمأنة أسرته وذويه عن حالته الصحية مصدر معنا كم من وسائل إعلام مصرية جينا لنهاية نشرة الأخبار البسيطة من قناتكم وصفحتكم مصر ميديا إي بي بنفس الإسم على اليوتيوب وعلى فيسبوك إن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد وقريب بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته